بسم الله الرحمن الرحيم نفترض أنه عندنا هذا النظام الإحداثي X Y هنا الموجب هنا السالب هنا الموجب وهنا السالب طبعاً نثبت هذا النظام الإحداثي لو كان لدينا نشوف هذه الحالة شخص وانطلق من هنا من المنزل إلى هنا مسافة 12 متر واستخدق من الزمن 6 ثواني أول شيء اتجاه الحركة لهذا الشخص هو باتجاه السالب أو باتجاه الغاب طيب فلو أردنا أن نوجد الإزاحة بس تكون الإزاحة كالتالي أو التغير في الإزاحة دلتا دلتا دي يساوي الموقع النهائي ناقص الموقع الإبتدائي الموقع النهائي لهذا الشخص عبارة عن 12 متر ولأنه باتجاه الغرب أو باتجاه السالب نأضع إشارة السالب والموقع ناقص الموقع الإبتدائي هو عبارة عن صفر ويساوي التغير في الإزاحة سالب 12 متر هذا بالنسبة لقيمة التغير في الإزاحة بينما سرعة هذا الشخص فهي عبارة عن في يساوي دلتا دي التغير في الإزاحة ألا التغير في الزمن التغير في الإزاحة كما أوجدنا هنا هو عبارة عن سالب 12 متر والتغير في الزمن عبارة عن 6 ثواني ويساوي سالب 2 متر بكل ثانية لاحظ معي إن إشارة السرعة هي بإشارة السالب لماذا؟ لأن إزاحة الشخص باتجاه الغرب أو باتجاه الإصار أو باتجاه السالب والسرعة بإشارة السالب لأن التغير في الإزاحة هنا بإشارة السالب وهذا يعني أن السرعة كمية متجهة كمية متجهة يعني أن السرعة قد تكون بالموجب وقد تكون بالسالب نضح هذه الحالة رقم واع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر